السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتاز عصير الرمان بلونه الأحمر وطعمه اللذيذ إلى جانب ذلك فإن شرب عصير الرمان ينطوي على العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم بالنفع والعافية تعرف معنا على أهم فوائد عصير الرمان عصير هذه الفاكهة هو مصدر استثنائي لفيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي والمعادن مثل الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والنياسين والثيامين وكذلك الفولات وفيتامين بي شرب عصير الرمان يحسن من وظيفة المعدة والقلب والكبد وهذا العصير يمنع الجوع ويمكن أن يسيطر على العطش ولذلك فإنه خيار ممتاز كمشروب خلال الصيف كما أنه يعمل كبلسم لالتهابات المسالك البولية ويخفف من تدفق البول على الرغم من أن عصير الرمان يحتوي على سكر الفواكه إلا أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفاكهة الأخرى وقد أظهرت الدراسات أنه لا يسبب زيادة ملحوظة في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري الذين يتناولون هذا العصير يوميا ولمدة عشرة أيام من المعروف أن الرمان يقلل من ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فإن العصير يقلل من التهاب الأوعية الدموية في مرضى القلب وبالتالي فإنه يسمى بالأسبرين الطبيعي لأنه يحافظ على الدم من التخثر ومن تكون الجلطات مما يسمح بتدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم يستخدم عصير الرمان في علاج الإسهال كما أنه يلعب دورا حيويا في إفراز الأنزيمات التي تساعد على الهضم السليم حيث أن خلط ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي في كوب من عصير الرمان يمكن أن يعالج مشاكل سوء الهضم عصير الرمان له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات قوية تساعد على محاربة الفيروسات والبكتيريا وتعزز جهاز المناعة كما أنه يقلل بشكل ملحوظ الميكروبات التي توجد في الفم والتي تكون مسؤولة عادة عن تسوس الأسنان والتهابات المكورات العنقودية فقر الدم هو مشكلة ناجمة عن نقص في كريات الدم الحمراء في الجسم وعصير الرمان يحتوي على كمية وافرة من الحديد مما يساعد في التغلب على نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم إن خلط بعض السكر مع عصير الرمان وإدخال بضعة قطرات منه في الأنف يعتبر حل سريع للسيطرة على نزيف الأنف عصير الرمان له تأثير كبير على الصحة وخاصة على صحة القلب عن طريق الحفاظ على الشرايين مرنة وتقليل التهاب بطانة الأوعياء الدموية كما أنه يقلل من تصلب الشرايين والتي تعد واحدة من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب كما أنه يقلل من خطر انسداد الشرايين التي يمكن أن تسبب في تقييد تدفق الدم إلى القلب والدماء مما يجعل له تأثير مضاد لتصلب الشرايين في القلب عصير الرمان يقضي على الجذور الحرة من الجسم ويمنع نمو وتطور السرطان والأمراض الأخرى المرتبطة به وذلك بسبب محتوياته العالية من مضادات الأكسدة التي تحفز خلايا الدم البيضاء للتخلص من السموم في الجسم وبالتالي تقوية جهاز المناعة ينصح بتناول عصير الرمان للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام عصير الرمان الغير محلة يخفف من أعراض التهاب المفاصل والتهاب العظام التناوب المنتظم لهذا العصير يقلل من ظهور مشاكل عصبية مثل مرض الزهايمر كما أنه يذيب حصاء الكلة ويعالج القوة الجسدية لدى الرجال عصير الرمان مفيد جدا للنساء الحوامل والخواص المضادة للالتهابات من عصير الرمان تساعد في تدفق الدم السليم وهو أمر ضروري للنمو السليم للجنين كما أن محتوى البوتاسيوم في هذا العصير يمكن أن يساعد في منع تقلصات الساق التي ترتبط عادة بالحمل وعندما يستهلك بانتظام من قبل الأمهات الحوامل فإنه يقلل من مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال يعانون من انخفاض في الوزن عند الولادة عصير الرمان يحتوي على الأنتوسيانين والعفص الذي يملك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للورم وخصائص مقوية وعند وضعه مباشرة على الجلد فإن مضادات الأكسدة من البوليفينول الموجودة في الرمان يمنع نمو سرطان الجلد مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته